تقريباً عدى اليوم السبعتاشر على العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهلين في قطاع غزة ولسه آلة الحرب الإسرائيلية بتستهدف الأطفال والنساء والمدنيين لسه الغارات الإسرائيلية بتوجه القصف للمستشفيات وللمدارس والدور العبادة والبيوت والبنية التحتية في قطاع غزة على مرأة ومسمع من الجميع الكل شايف ما يحدث في قطاع غزة من قصف عشوائي على المدنيين من استهداف صريح وواضح للمدنيين بدعم أوروبي كبير لقوات الاحتلال بدعم أمريكي كبير أيضاً لقوات الاحتلال سواء دعم مادي أو دعم معناوي دعم بالكلمة أو دعم بالأسلحة إمبارح الصبح كان فيه قصف عنيف جداً لمناطق قريبة من ثلاث مستشفيات في قطاع غزة مجمع الشفاء الطبي ومستشفى القدس وأيضاً المستشفى الإندونيسي هذا القصف الإرهابي الجبان أصفر عن سقوط المئات من الشهداء والمصابين وأيضاً تشريد عدد كبير جداً من العائلات والأسر في قطاع غزة بكل تأكيد الموضوع كبير وفيه جوانب متعددة لهذه المعاناة لما نجي نتكلم يا مننا عن تشريد عدد كبير من الأسر والعائلات عدد كبير جداً منهم اللي فقد أهله واللي فقد أبناء واللي فقد العائل الوحيد للأسرة وجانب آخر من المعاناة تخيلوا أنه فيه حد عايش دلوقتي بعد ما تم قصف بيته كل حاجته موجودة تحت البيت ده طبعاً احنا اتكلمنا عن أنه يفقد حد من أهله لكن تخيلوا حد قاعد بهدومه بوضعه زي ما هو بقاله 17 يوم عايز أقولك يا شازلي الوضع زي ما بنشوف مع بعض سيدات مصونات كريمات كانوا متعودين يعودوا في بيوتهم معززات مكرمات دلوقتي قاعدين في العراق على أحسن ظروف قاعدين في خيم للإيواء كل حلمهم أنهم يبقى لهم سقف أو أربع حيطان يسطروا البيت زي ما كانوا متعودين ما عندهمش أمل أبداً أنهم يرجعوا بيتهم لأن البيت اتهد ما عند كل منتهى أملهم أنه تفضل أفراد الأسرة كلها عايشة أو أنها لو استشهدوا أو اللي غالباً ده بيكون حصل أنهم يلاقوا الجثة على بعضها تكون مش يعني في حالة قابلة أنهم يتعرفوا على الشخص اللي فقدوا الأحصاءات بتقول أن حصيلة الشهدة وصلت أول مبارح لأكتر من 400 شهيد في آخر 24 ساعة دي الأرقام الرسمية من منظمة الصحة أو يمكن من وزارة الصحة اللي قالت الكلام ده ولكن الأرقام بتاعت كتير من الشغالين في الإغاثة بتقول أنها تجاوزت هذا الرقم بكتير ده طبعاً بسبب القصف والغراط الإسرائيلية اللي إحنا شايفين أنها مركزة على المدنيين وعلى الأطفال في مشاهد تخطط فكرة جرائم الحرب وبقت نوع من أنواع الإبادة الجماعية أو عقاب جماعي بيمارس ضد أهلنا في غزة وبيستهدف الأطفال على واجه الخصوص يا شازلي بيحاولوا يعملوا إبادة لجيل طالع بحاله بكل تأكيد اللي بتقوم بيه قوات الاحتلال في هذه الفترة في قطاع غزة هو إبادة جماعية بكل ما تحملوا الكلمة بمعنى لأنه إحنا بنشوف مشاهد الأحياء السكنية بيتم تدمرها بشكل كامل ده غير طبعاً أن الوضع الإنساني أصبح في غاية الخطورة بنسمع الأخبار وبنتابع عدد كبير من المستشفيات أصبح خارج الخدمة ده بسبب إيه؟ بسبب الحصار القوي اللي موجود في هذا القطاع أولاً ما فيش وقود، ما فيش كهرباء، ما فيش مياه، ما فيش غزاء المستلزمات الطبية اللازمة لإجراء الجراحات للناس المصابين ما هيش موجودة في بعض الأحيان بنسمع أنه فيه عمليات بتتعامل عمليات جراحية عاجلة بتتعامل لعدد كبير من المصابين على الحي زي ما بنقول كده وهو صاحي وهو حاسس بكل حاجة لأنه ما فيش بنج هناك، ما فيش مخدر يقدر يستخدمه في العمليات زي قد أنه كل مستلزمات الجراحة أصبحت خلاص بتنفت في عدد كبير من المستشفيات ده بيتطلب إيه؟ بيتطلب تدخل عاجل من المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان الغاشم على أهلنا في قطاع غزة عشان كده نقدر نقول أن الدبلوماسية المصرية بتكثف جهدها بشكل كبير عشان تحتوي الأزمة دي وحجد المجتمع الدولي لرفض سياسة العقاب الجماعي والقتل والتدمير والحصار المفروض على أهلنا في غزة من الاحتلال كل الجهود دلوقتي بتتمارس لفتح ممرات إنسانية أمنة ودائمة لدعم أبناء الشعب الفلسطيني اللي احنا شايفينه قد إيه بيقدم ملحمة صمود عظيمة جدا للدفاع عن أرضه وقضيته ودولته الفلسطينية وقد إيه هو متمسك أنه ما يتحركش من مكانه